عزيز المشاهد أهلاً بيك وسؤال صعب مع الأنبى مكسيموس أهلاً وسهلاً بنيافتك معنا أهلاً بيك جناب الأسيس وأهلاً بأسئلتك الجميلة كيف يعذبنا الله عذاباً أبدياً ونحن نعيش فقط عدد محدود من السنوات أولاً يا جناب الأسيس لا يوجد في الإنجيل ما يقول أن الله يعذب البشر أن هذه كلها أفكار موروثة من الديانة الشريعية التي قامت على فكرة الشريعة والشريعة هي القانون الذي يفصل بين الجريمة والعقاب اللي في النهاية فكرة الشريعة والجريمة والعقاب صورت الله على أنه المتربس بالبشر اللي مسك لهم العذاب كأداة تأديب وعقاب وتقويم هذه الأفكار غير مسيحية على الإطلاق والمسيح لم يقل إطلاقاً بمثلة هذه الأفكار المسيح لم ينكر ولم يلغي أن هناك حالة أبدية سميت بالنار ولكنه نسب هذه النار إلى إبليس وملائكته والنص موجود في إنجيل متى إصحاح 25 النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته فلا يوجد في الإنجيل إطلاقاً ما يفيد هذا المعنى أن الذي يلقي في جهنم هو الله الذي يلقي في جهنم هو إبليس حتى النص اللي المسيح فيه بيحذر الناس يقول لهم خافوا من الذي بعدما يقتل يستطيع أن يلقي الروح والجسد كلاهما في جهنم بيتكلم عن الذي يقتل والذي بعدما يقتل فالذي يقتل ليس هو الله لكنه الشرير والذي بعدما يقتل ليس هو الله لكنه الشرير فهذا النص تحذير من إبليس وهذا النص إشارة واضحة إن اللي بيجر الناس إلى جهنم هو إبليس وليس الله حتى لو إن بعض أساء فهم وديني أجبت على أساءة الفهم لمن أساء فهم هذا النص شكرا جزيلا مشكرك عزيز المشاهد ونتقابل المرة الجاية وسؤال آخر بقى خلوقات ممين giving go into Som ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة